إجراءات أمنية مكثفة اتخذتها السلطات في محيط الكنائس والمنشئات الحيوية في مصر مع فحص مستمر وبشكل دوري من خبراء المفرقعات وتعزيز انتشار الخدمات المرورية لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ وتفتيش السيارات المطروقة وغلق الشوارع المحيطة إذا استلزم الأمر ورفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ وألغت الأجازات ونشرت المزيد من أفراد الشرطة والآليات بجانب تواجد قوات الجيش هناك جاءات أمنية مخسفة وده أمر طبيعي جدا الشرطة والجيش بيتعاونوا مع بعض في هذا الأمر بشكل كبير المواطن نفسه أصبح جزء من منظومة الأمن في هذه اللحظة الدولة المصرية بكل قواتها بكل أجهزتها في حالة استنفار بحيث أنه يضمنوا أعلى درجات الأمان والتأمين سواء للمساحيين اللي بعيدوا النهاردة أو المسيحيين والمسلمين اللي هما بكرة حيخرجوا بالملايين إلى الحدائق والمنتزهات وبينما تواصل أجهزة الأمن البحث عن باقي المتهمين بتفجير كنيستي طنطة والإسكندرية الذين أعلنت عنهم أخلت النيابة سبيل متهم سلم نفسه قائلا ببراءته وهو ما تأكدت منه النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطني حيث تبين وجود تشابه في اسمه حتى الإسم الرباعي مع اسم المتهم المطلوب هذا مش خطأ وإنما نقول أن هناك فيه شرطة وفيه عدل وفيه نولن وفيه عدل وما فيه الظلم زي ما ناس بتدعي وأن الشرطة المصرية فور القبض على المتهم أو تسليم نفسه ووجدوا أنه غير متورد تم الإفراج عنه تم الإعلان عن هذا وكانت قبيلة الأشراف بمحافظة قناء التي ينتمي إليها عدد من المتهمين بتفجير كنيستي طنطة والإسكندرية قد أصدرت بيانا تتبرأ فيه من المتهمين إذا ما أثبتت التحقيقات ارتكابهم لهذه الأعمال الإرهابية هدوء في الشارع المصري وإجراءات أمنية واحترازية مشددة مع احتفالات الأقباط لمنع تقرار أي أعمال الإرهابية بعد حادثي تفجير كنيستي طنطة والإسكندرية أصم عبد المقصود الإغبارية القاهرة